وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عامل إدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة وبداية المشروع الحضاري للعقوبات البديلة يمضي بخطوات واثقة انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن كيف يسهم ذلك في تحقيق الأهداف النبيلة للقانون منذ إصداره عام 2017 بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم بالخير جميع بداية أن أشكركم على هذه الاستضافة وبكل تأكيد في أن المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه يزخر بالقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة والذي كان وسيظل منهاجا سياسيا وإصلاحيا وحضاريا بما يتمضمنه من رؤية ملكية سامية لجلالته وطبعا أيضا توجيهات ودعم سيدي صاحب السمو الملك يولي العاد حفظه الله ورعاه ذلك أسهم في تحقيق الأهداف النبيلة لقانون العقوبات والتلابير البديلة لتعزيز الاستغرار المجتمعي والأسري وترسيخ النهج الإنساني وتأهيل المستفيدين من العقوبات البديلة ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع وللأمانة منذ صدور القانون في عام 2017 وحتى يومنا هذا وصل عدد المستفيدين من العقوبات البديلة ولله الحمد إلى 6216 مستفيدة وبالتالي أصبح مشروع العقوبات البديلة بلا شك نموذج مشرفا لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية وواجهة مضيئة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين سعادة الشيخ هناك معايير محددة يتم تطبيقها على المستفيدين وهناك أيضا ما يسمى بالرعاية اللاحقة التي يتم تطبيقها بعد التنفيذ هل يمكن توضيح ذلك؟ نعم بدون شك فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة قد حدد عدد من الشروط والمعايير على ضوءها يتم تطبيقها على المستفيدين وهي كالتالي أن لا يشكل المستفيد خطرا على الأمن العام أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسات الإصلاح والتأهيل وأن يكون قد أدى جميع التزاماته المادية وبالتالي فقد شكل سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية المقر لجنة مختصة للنظر في طلبات الاستفادة من استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الطلبات التي تحتاج التدقيق عليها ومطابقتها بالشروط التي حددها القانون طبعا ذلك قبل إرسالها للنيابة العامة وفي الواقع العلاقة بين إدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والمستفيدين من العقوبات البديلة ما تنتهي من جرد الانتهاء من فترة تنفيذ المستفيدين للعقوبة البديلة إنما هي مستمرة وذلك من خلال فريق مختص بالرعاية والمتابعة اللاحقة في شعبة المتابعة بالإدارة العامة مهمتها الأساسية هي متابعة أوضاع المستفيدين بعد أنهاءهم للعقوبة البديلة والتواصل معهم ومتابعة مدى تطورهم في المجتمع وذلك من جميع النواحي السلوكية والاجتماعية والنفسية والتأكد من سيرهم في الاتجاه الصحيح ومساعدتهم قدر المستطاع في توفير احتياجاتهم الأساسية من خلال عدد من الشركات التي تربط الإدارة العامة بالقطاعين العام والخاص ونحاول أيضا محاولة توفير فرص عمل للمستفيدين للمحافظة على النسيج الاجتماعي والأسري لهم بما يكفل عدم عودتهم للسلوك الخاطئ وفي الواقع الإدارة العامة قد ساعدت في إعداد سير ذاتية لعدد 183 من المستفيدين لترشيحهم للتوظيف وذلك طبعا بالتنسيق مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص وبالفعل لله الحمد تم توظيف عدد 52 مستفيد ممن أثبتوا كفاءتهم والتزامهم واحترافيتهم وهذه العملية طبعا مستمرة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص لتشمل عدد الأكبر ممكن من المستفيدين مما له أثر إيجابي في عدم العودة لارتكاب الجريمة والأخطاء السابقة نعم شكرا لك سعادة الشيخ خالد بن راشدة الخليفة مدير وعامل إدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ترجمة نانسي قنقر